نعود إلى القدس مع محرش شؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية نضال كناعنا نضال على مدار الأسابيع والأشهر الماضية كنت تتابع هذا الموضوع والجدل الذي يشكله في الداخل الإسرائيلي اليوم نحن أمام هذا الحكم من المحكمة العليا من عكساته ما الخطوات وكيف يمكن أن يتقبله رئيس الحكومة وائتلافه اليمين المتطرف بعدما أصبح فعليا حكما رسميا من المحكمة العليا نعم كارولينا أولا سأبدأ من حيث انتهيت صحيح أنه قرار نهائي من محكمة العبد العليا الإسرائيلية بتركيبة خاصة تسعة قضاء والقضاء جميعا بالإجماع أصدروا هذا القرار لكن هذا لا يعني بأن هذه هي النهاية فعليا هذا القرار الآن سيضع الكرة في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي المحكمة قررت بأنه لا يمكن إعفاء طلاب المعاهد الدينية دون وجود قانون يسمح بذلك وبالتالي الإعفاء هكذا بدون سند قانوني هو غير قانوني وبالتالي هي تدعو لتجنيد كل طلاب المعاهد الدينية وأيضا قطع التمويل عن المعاهد الدينية التي يتعلم فيها طلاب من الحريديم ولا يخدمون في الجيش وبالتالي هذا يشكل ضغط على الائتلاف الحكومي الآن الضغط هو من أجل سن قانون يعطي غطاء قانوني لإعفاء طلاب المعاهد الدينية سن مثل هذا القانون كان متعثرا داخل البرلمان الإسرائيلي بسبب معارضة بن كفير لسن هذا القانون وبسبب معارضة بعض أعضاء حزب الليكود من العلمانيين الذين يرون بأن الآن الأوضاع تغيرت بسبب الحرب بسبب حاجة الجيش إلى مزيد من الجنود وبسبب الكثير من الشكوى من الطبقة الوسطى في إسرائيل التي تتحمل عبئ الخدمة العسكرية وأشهر طويلة من خدمة الاحتياط الآن سيحاول نتنياهو مع الأحزاب المتدينة مع أحزاب الحاردين التوصل إلى قانون يمكن سنه داخل الاتلاف الحكومي أي إرضاء بعض أعضاء الليكود المتمردين كما يقال وإرضاء بن كفير بطريقة ما من أجل سن هذا القانون وبالتالي بعد سن القانون سيصبح قانون الإعفاء أو إعفاء طلاب المعاهد الدينية قانونيا المشكلة بأن قرار المحكمة سيضطر الحكومة الآن إلى سن مثل هذا القانون وهو كما قلنا قانون مشكل داخل الاتلاف الحكومي وبالتالي يزيد من الخلافات داخل الاتلاف الحكومي ويزيد من احتمال تفكك هذا الاتلاف والذهاب إلى انتخابات لغاية الآن الردود الأولية من قبل أحزاب الحاردين يهدوتها طراء وشاس هي ردود مقبولة وتقول بأن قرار المحكمة لا يؤدي إلى تدمير كل شيء كما يقولون وأنه بالإمكان ما زال بالإمكان التوصل إلى حل وسن مثل هذا القانون والتعايش مع هذا القرار من المحكمة ولكن اليوم هذا البعد السياسي أيضا لهذا القرار الذي ذكرته نضال بأنه سيزيد الضغط على اتلاف نتنياهو ما هي المخارج التي يمكن أن يستعين بها في حال كان سيناريو إقرار مثل هذا القانون أو سن مثل هذا القانون أيضا جدلي ما هي مخارج نتنياهو وكيف سيكون هذا القرار منعكس أيضا على الشارع الإسرائيلي المتظاهر أصلا في الشوارع الإسرائيلية هذه هي المشكلة الكبرى الآن الطبقة الوسطى في إسرائيل العلمانيين تل أبيب إن صحها القول هي تتحمل المسؤولية الكبرى من الخدمة العسكرية هناك جنود احتياط خدموا لنحو تسعة أشهر هذا غير مقبول هذا غير ممكن وهذا غير اقتصادي وغير عملي الآن هناك مطالبات بزيادة أولا رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية لكل الجنود أيضا زيادة فترة الخدمة خدمة الاحتياط للجنود زيادة الخدمة الإجبارية وكل هذا يتزامن من جهة زيادة الضغط على الطبقة الوسطى من جهة وإعفاء طلاب المعاهد الدينية بالنسبة للشارع الإسرائيلي الليبرالي العلماني الذي يخدم في الجيش هذا أمر غير مقبول هذا الظلم وبالتالي هم يتظاهرون ويهددون حتى بيئة الإضرابات ومن الافترض أن يكون الخميس ربما أول يوم تبدأ فيه بعض حركات الإضراب ضد مثل هذه القوانين التي تحاول الحكومة سنها الحل هو في إرضاء أولا يعني الحكومة لا تكترث كثيرا لرأي الشارع لغاية الآن الحل الآن في إرضاء بن كفير والمتمردين في حزب الليكود مشكلة نتنياهو الأكبر أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه إذا تم تكوين حزب يميني جديد فربما هذا سيكون قادر على استقطاب بعض الأعضاء من الليكود وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو التي تعاني من أوضاع صعبة أصلا بسبب العديد من القضايا تضاف إلى قضية الحرب شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من القدس محرر شؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية نيدال كناعنا شكرا